إذنية المشتركة اللي انطلقت يوم الأربعة 26-2-1439 حتى نهاية 13-5-139 اللي تعقب بضبط مخالفية نظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود واللي تمت في مناطق المملكة كافة حيث أسفرت عن ترحيل عدد كبير من المخالفين للأنظمة واللي من شأنهم يخلون بالأمن ويضرون أيضاً بسوق العمل ويضرون أيضاً بأمن البلد موسيقى موسيقى ينظم لي في الستوديو الخبير الأمني السيد عبدالله القحطاني حيكلة سيد عبدالله الله يقويك أنا الحملة هذه حملة توطن بالمخالف شفناها إعلامياً وشفناها ميدانياً وشفناها في كل مكان الحملة كانت خوف وش نتائج هذه الحملة بعد ما انتهت الآن وبعد ما لازالت هي هذه نترى مستمرة لكنها انتهت أتكلم أنه في الفترة اللي كان شادين في هذه كل أيام نتائجها إيجابية جداً ولا يتناغم مع هذا الشيء إلا ما قالتها وزارة الداخلية مؤخراً انخفاض في جميع النسب على شتى المجالات نسب الجريمة الصطو الاعتداء المسلح الحوادث المرورية الوفايات الجرحة الإصابات المخدرات التسلل كل هذه النسب كل هذه الجرائم كل هذه الأشياء انخفضت إيجاباً طبعاً على ضوء ما تم وبالنتيجة نحن نتعامل مع أرقام هناك أرقام اصطرتها وزارة الداخلية والجهات المسؤولة هنا جهود لا ينكرها المواطن ويراها بعينيه أصبحنا حالياً ننعم بوضع أفضل بمرور أسلس بتعامل جيد في جميع الأماكن حتى المخدرات وهي الداء العضال الذي نعاني منه انخفضت فهذه هي مخرجاتها أو إحدى مخرجاتها وكما تفضلت الأمر لا يتوقف لحملات معينة وإنما يستمر والموضوع سيستمر على طول هذا السؤال هل هي ستستمر ولا هي فترة وبعدين تنتهي وبعدين نرجع لا هي طال عمرك والمشاهدين الموضوع حتى في الدول العالم الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع منع التسلل لا تستطيع منع المخالفات ولا تستطيع منع الهجرة المخالفة وبالتالي نحن جزء من هذا العالم وليدينا أجهزة متمكنة جدا لرصة هذه الأشياء ومنعها ولكن في الداخل هنا لا بد من القيام بعمل ولا بد من استمرار هذه البرامج وستستمر ولكن عمادها الرئيس ليس فقط الحملات وإنما المواطن المواطن هو إسلاو هذا هو لأنه أنت يا المواطن إذا كنت أنت الذي قاعد تخالف وهذولا كرجال أمن يطاردون المواطن نفسه الذي قاعد يخالف الذي قاعد يتستر هذه المشكلة أنا أقول إيش بيعود على المواطن من خلال هذه الحملات وجودها المواطن هو المستفيد الأول والأخير من هذه الحملات أيه هذه الحملة وهذه الأنظمة وهذه البرامج وهذه الحملات المستمرة هي تستهدف في النهاية المواطن أمن المواطن أمن المواطن وظائف رفاهية المواطن وظائف المواطن سلوك المواطن سلوك المواطن وسلوك أبناءه وأطفاله في كل مكان تنعكس عليه مباشرة وطن بلا مخالفات تعني أنظمة تعني قوانين تعني أن الدولة وأن المواطن متعاضدين لتنفيذ تنمية وطنية شاملة أساسية ونظيفة ونقية أقولك سيدة عبدالله الآن بعض الأرقام عدد المخالفين يتم ضبطهم بالحملات في كل مناطق المملكة نتكلم على أكثر من 500 ألف مخالف عدد كبير عدد مهول نتكلم على أكثر من 300 ألف مخالف للنظام الإقامة هو أحد من تهيئة إقامته وجالس نتكلم على 120 ألف مخالف لنظام العمل نعم نعم نتكلم على 49 ألف مخالف لنظام أمن الحدود تسلم تسلم هذه مصيفة هذه الأرقام هذه وش تمثل هذه الأرقام وهي ليست بالكثيرة في جهود الأجهزة الأمنية السعودية التي حققت مثل هذه الأرقام وأكثر في السنوات الماضية ولكن هذه حصيلة نهائية في المرحلة الحالية هذه تؤكد لنا أن الوطن وأن البلد وأن المملكة العربية السعودية ومواطنية هم بحاجة إلى منع هذه المخالفات أن المواطن هو بحاجة ومدعو للمشاركة في منع هذه المخالفات ما يكون أحيانا سيدة أبدالله أنه إحنا اللي قاعدين نخالف وهذا اللي كنت بقوله أن المواطن مع الأسف والمواطن من هو المواطن حتى لا يتهمها أنا وأنت والمسؤول حتى المسؤول والوزير كل هؤلاء مواطنين وبالتالي هم المعنيين هم الذين يجب أن يطبقون هذه الأنظمة ويتناغمون مع جهود الدولة ويقومون بمنع هذه المخالفات المخالفات لا تأتي من نفسها المتسلل حينما يتسلل ويدخل المملكة مع الأسف هناك من ينقله هناك من يوظفها هناك من يشغله وهناك من يتستر عليه عشان كده أنا أقول لك المتسللين إجمالي اللي تم غضبهم 7000 هذا المتسللين بس الفترة هذه البسيطة 7125 73% من الحدود اليمنية لأنه الحدود الأكثر على المملكة أيضا 25% من أثيوبيا هذه أرقام وزارة داخلية 2% جنسيات أخرى ما يهم في الموضوع مع أن الأرقام مهمة جدا والإحصيات الدقيقة دائما تعطيناه مؤشر لا يمكن تكذيبه لكن ما يهم في الموضوع هو حرص المواطن ووعي الأجهزة حينما يكون لدينا أجهزة أمنية ورقابية وإدارية دائما تقف لتطبيق الأنظمة ولمنع هذه التجاوزات وبالمقابل يقف معها المواطن لأنه هو الأس الأول هنا هذا هو الفخر هذا هو الإنجاز هذا هو تحقيق ما نصب إليه هذا هو إيجاد أمن بلا جريمة أو وطن نظيف ونقي طيب وله سلة بالموضوع الذي كنت ناقشه مع عضيه قبل قليل حياة أكثر رفاهية أكثر رفاهية لا نستطيع تحقيق هذه الرفاهية مع هذه المخالفات طيب أنا أريد أن أتكلم على في صلب هذا الموضوع نحن أتكلم على وطن بلا مخالف لكن أريد أن أتكلم على القائمين على وطن بلا مخالف رجال أمنين في الميدان اللي أحيانا يتضررون وأحيانا يجيهم إصابات وأحيانا يجيهم مشاكل في هذه الحملات اللي عشان نرتاح أنا وياكم مشاهد الكريم شو ممكن نقول والله أولا لهم التحية ولهم التقدير ولهم والله الإعزاز من كل مواطن في هذا البلد هم والله من يسهر لننام ومن يتعب لنرتاح ومن يقف الشمس لنستفيء بالظل والله هذه الجهود مقدرة ومشكورة وحقيقة لا يقف خلفها لا واحد ولا اثنين ولا ألفين ولا عشرة ولا مئة ألف يقف خلفها جيوش وطوابين شوف لماك اللي يدهمونها بالله هذه المناطق صعبة جدا جدا ورجال يعني على قلب رجل واحد ما في واحد منهم يتخلف ما في واحد منهم يجلس يتخبى رجال كلهم يواجهون النار وتعرف أنت هالشيء أنت واحد من رجال أمني يعرف هالشيء أضف إلى هذا استاذ عبدالله بأنهم مدربين وأنهم أكفاء وأنهم متعودين على هذه الأعمال وأنهم ينطلقون ليس لمجرد الوظيفة ينطلقون منطلقات وطنية شرعية قيمية لها معنى ومبدئية في الوطن وبالتالي هذه النجاحات لا تستغرب وإذا قررنا بدول أخرى سواء في الإقليم أو حتى في أوروبا وأمريكا والله فرق شاسع وكبير ولا مقارنة بما يحقق رجل الأمن السعودي على كافة الاتجاهات ليس فقط المخالفات وما يترتب عليها وإنما في الأمن بشكل عام وعلى فكرة المخالف قد يصبح إرهابي قد يساعد في الإرهاب قد يقوم بجريمة قد يساعد المواطن على جريمة قد يكون عين جاسوس الأجنبي المخالفات في الوطن حينما يتم القضاء عليها والتعاون على منعها تحقق لنا أمن استراتيجي شامل طيب ترحلنا والله ما إحنا قاعدين نمدح رجال الأمن عبث رجال الأمن نشوفهم على الحدود وش اللي قاعدين يسوونه نشوف رجال الأمن في الشوارع حول بيوتنا نشوف اللي قاعدين يسوونه فوالله أنه ما نمدحهم عبث ولا نمدحهم أنه يعني مجاملة صحيح رمضان جاي وفيه رجال أمن على الحدود يدافعون عنه يدافعون عن هذا الوطن يدافعون عن المقدسات وفيه رجال موجودين في الحرمين فيه رجال موجودين في كل شوارعنا ماذا تقول لهم بإختصار؟ والله يكفينا كما تفضلت رجال المملكة العربية السعودية وأمنها الساهر وقواتها المسلحة ورجال استخباراتها بشتى صنوفهم الذين يقفون حراس وخدام للحرمين الشريفين الذين يحصون الحج والعمرة الذين يستقبلون الوفود بالملايين القادمين المملكة العربية السعودية استقبالا وتوديعا ليس هذا فحسب الواقفين على حدود المملكة العربية السعودية الذين يضربون الإرهاب ليلة نهار الذين يصطادون الإرهابيين في كل مكان الذين لا ينامون الذين ساهرون وبالمناسبة أمننا السعودي لا ينام هو هذه ميزة في الأمن السعودي أنه لا ينام ويحقق الإنجازات ليس الأمن فقط رجال القوات المسلحة بشتى صنوفهم بشتى تخصاتهم يحققون المعجزات لأمر المملكة العربية السعودية الله يضل الله يجيهكم بالإعلام أنتم سلاح أيضا نحن نعكاس لما يقدمونه لهذه الوطن شكرا لك الخبير الأمني أستاذ عبدالرق أحطاني شكرا جزيلا لك يعطيك العافية شكرا لكم